بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم حلوين طالع الاسد عند البنات او الاولاد او الرجال او النساء بشكل عام هو طالع متطلب جدا معروفين الاسود ان هم كبرج هو برج الملوك والملك بينظر الى كل الناس انهم رعاية عنده والرعاية او بقية الشعب يعني المفروض انه ينفذ الطلبات بتاعته هو يؤمرك بالشيء انت تنفذه الناس اللي عندها طالع الاسد قد تتأثر بالصفات بتاع الاسد اكتر من الشمس واكتر من القمار خاصة لو الشمس موجودة في بيوت قوية يعني مثلا طالع الاسد وعنده الشمس في البيت التاني او طالع الاسد وعنده الشمس في البيت الخامس صاحبنا ده كل شوي يطلب منك طلبات وتنفذها اعمل سوي اعمل سوي شيل حط يا محمد انا عايزك تشوف لي دي يا محمد ها انا عايزك تحلل الخريطة دي يا محمد حللد دي يا محمد افتح خريطة العبور وشوف لدي اعمل لي دي يجي بالليل يا محمد اعمل دي يا محمد شو دي يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد حياته كلها بقى كد اعمل سوي اعمل سوي اعمل سوي هو بيشتغل معك بالمبدأ ده طبعا انا قلت ان هي دي واحدة وعديها وخلاص عادي واحدة من برج الاسد ولا طلع الاسد عدي جات واحدة تانية بعديها برضو طلع الاسد متطلبة كل شوي اعمل سوي اعمل سوي والتعدي اللي التالتة برضو طلع الاسد اعمل وسوي وحط وشيل عدي رابع واحدة طلع الاسد نفس الفيلم لا زرق ده اعمل وسوي وشيل وحط طبعا بقى لما تجي تفكر في الموضوع تلاقي ان طلع الاسد ونساء طلع الاسد انت لو اتجوزت واحدة فيهم يعرف ان كده ربنا يعني ايه ربنا عايز يتعبك او مش كده استغفر الله العظيم مش ربنا عايز يتعبك هو انت ذات نفسه كما اجدعت عليك واتجوزت واحدة طلع الاسد كل شوية تطلب طلبه تتصل بيك قاله معلش اشتريلي كده وهدلي كده وسوي لي خلاص خلصنا طيب كمان بعدها بشوية اعمل وسوي وشيل وحط ما تفهمش يعني احنا الخدمين اللي بهم اشتراله لهم من السوق ولا ايه بالزبط ايه قصة النسوان بتوع طلع الاسد انا ما عرفش ايه قصتهم صراحة اللي انا عرفوا ان هم متطلبين بزيادة كل شوية اعمل سوي يا اخي وما يستحون على وجيههم ابدا ويعني ويسكتوا ويبطلوا طلبات كل شوية شوف لي وعمل لي وسويلي شوف لي وعمل لي وسويلي انا انصحك وانا من بورج الاسد انك تديها فوق دماغها يعني الوحدة اذا كانت متطلبة وكسرت الطلبات انا بنصحك توكلنا على الله اديها فوق دماغها الا بالاو هتديك مقابل للخدمة اللي بتطلبها فخلاص ما تديهاش فوق دماغها ده رزق وجايلك لحد عندك فحد يعض اليد اللي تمدت له يعني فيه حد يعض اليد اللي تمدت له او مش عارف بقوله حد يعض النعمة يا كافر فيه حد يعض النعمة يا كافر محدش بيعض النعمة ولكن يا اخي النساء طالع الاسد فيهم كده كمية غتاتة وبيض يا ولد ابدا من النساء الاسد نفسه من النساء الشمس يعني تحس كده فهم كمية اه انعرة كده وتكبر انا عايزة وعمللي وسويلي وشلي وحطلي ووديلي وجبلي وشوف 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 انا اول ما لقاب بتتكلم كده بالمنظر ده بالاسلوب ده طبعا انا يعني ما سبهاش صراحة هاتك بقى يا تنمر كل شوية لازم نقعد نستهزئ بيها نقعد نصخر منها ده اكيد دي حاجات اساسية لازم نهز ثقتها في نفسها شوف دور على طالع الاسد وتنمر عليه يعني انا اسمح لك انك تتنمر على كل طالع الاسد رجالا ونساء كل ما يطلبه شيء اتنمر عليه كل ما يطلبه شيء استهزئ بيه كل ما يطلبه شيء اصخر منه ده امر واجب على كل مسلم ومسلمة وكل مسيحي ومسيحية وكل كافر وكافر لازم احنا نتنمر على طالع الاسد ده شيء ضروري جدا في هذه الحياة الناس دول ما بيبطلوش طلبات من اول ما يقوموا من الساعة ستة الصبح من النوم لحد ما يتخمدوا اخر الليل خمدة ما يقوموا منها عايزين طلبات اعمل لي وسوي لي يا محمد يا محمد محمد ده الخدام اللي ابوها اشتره لها من السوق يعني محمد ده هو الخدام اللي جاي نزل معها بلت ان نزل معها في الباكج يا محمد يا محمد خلاص محمد تطفش منك محمد بطل الشغلان عشان خاطر محمد هاجر طفش طفقر خلاص اه تاب الى الله تاب الى الله وبطل الشغلان على يدي كشيخة بجد يعني طلع الاسد ده انا ما عرفش انا اول مرة احسي كده يعني انا قلت معروف ان الاسد طماع وكلامه كتير واوامره كتيرة وطلباته كتير لكن انه يكون متطلب بزيادة كده كل خمس دقايه اعمل وسوي وشوف ليه ويا اخي اتكلموا بثقة انك فعلا نازم تسوي كده الله لما تكسر الطلب بتاعهم كده تحس بارتيح نفس اما انت اسد وهم مأسود فيعني هناك يعني طعم مختلف اما تخالف اا اوامره الاسود وانت اسد فيه طعم مختلف ده اسمه صراع الجبابرة ان اسد يتعارك مع اسد ويهز سكت في نفسه لذلك دائما وابدا طالع الاسد يقول لك لو سمحت اعمل لديه هو ما بقولش لو سمحت بس نفترض ان هو قال لو سمحت انت خلفه على طول طالع الاسد يقول لك شيل انت حطه طالع الاسد يقول لك زود انت نقص هو يقول نقص انت زود دايما خلفه كده يعني استفزه انا دلوقتي اعلمكم كيف تستفزوه طالع الاسد قال لك وانت جاي من بره ما تنساش تشتريه للطلب الفلاني اعمل نفسك عبيض ما تشتريه لهش الطلب اللي قالك عليه كبر دماغك يعني انت فاهم اسحب عليه نفض له احلق له ايه كمان طالع الاسد مثلا يحذرك من شيء انت اعمل التحذير اللي هو قالك عليه طالع الاسد يؤمرك بشيء انت اعمل عكسه او ما تعملوهش يعني هو يقول لك ما تمشيش من الطريق الفلان انت امشي منه يقول لك امشي نحي تشرق انت امشي نحي تغرب شوف هو يقول لك اعمل ايه وانت اعمل العكس انا ادعوكم انكم تفرسوه انا ادعوكم انكم تفشخوه لانهم ما فشخوني فانا جايب يعني ايه جايب اعلمكم كيف ان انتو تضيقوه كيف تحوموا تسبدهم زي ما بقولوا بس انا بمنتهى البساطة بنشر الخير بين الناس وبنشر العدل بين الناس وبنشر القيم الحسنة والقيم الجميلة بين الناس بس بمنتهى البساطة بشرح لكم القصة بشرح لكم تجربت مع طالع الاسد ونساء طالع الاسد البيض اللي كل شوية يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد اتصل يا محمد خلاص محمد ده بقى اعيد لها 94 ساعة في اليوم لأوامر الطلبات هي بس شغل الخدام عند حضرتها هي وبس مفيش اللي هي طالع الاسد مفيش اللي هو بس هو ده الموجود ومفيش حد تاني موجود خلاص بقى طول اليوم خددني الحسابة استأجرتني عندها اه بس ممكن في ابراج تخضع عليهم في ابراج تمشي معاهم في ابراج تطوعهم طبعا انا مش اطوعهم بالعكس ده انا اتنمر عليهم واجيب ناس تتنمر عليهم وادعو جميع المتابعين والمشاهدين وجميع الابراج ان هما يتنمروا عليهم اهم شيء في الدنيا طالع الاسد يقول امشي شرق انت تمشي غرب هو يقول لك اعمل ما تعملش او اعمل العكس يقول لك حط اه سكر في القهوة انت حطوه ملح في القهوة اللي هو يقوله انت اعمل عكسه على طوو انا عايزكم تفرسوه انا عايزكم يعني تزبطوه بس ده بمنتهى البساطة الحمد لله ربنا بيوفقني دايما ان الواحد بينشر الخير بين الناس وبينشر القيم الجميلة بين الناس الحمد لله طالع الاسد يأمرك انت خده على قد عقله قوله حاضر مفيش مشاكل تحت اعمرة كفندق وتعمل العكس على طول على طول ما يعني ما تشاورش نفسك ولا تشاورني ولا تشاوره هو يقولك اه حلل النهاردة تقوله حاضر وتطنش وتحلله بكرة او ما تحللهش خالص هايجي يتخاني معاك ما يتخاني عادي خلي يتخاني خلي يتخاني يعني يا طلباتهم بتخلص طلباتهم ما بتخلصش وعمر طالع الاسد ده طلباتهم ما بتخلص اوامر وما بتنتهيش فانت على قد ما تقدر كسر له اوامر يحبك بقى يكرهك ما يكرهكش كبر دماغك بلا يحبك بلا ما يحبكش استفدنا اي من حبهم المعفلين دول استفدناش حاجة خلهم يولوا يعني انا انا دائما بحب انشر الخير بين الناس بس لو الناس تفهمني الناس هيا مش عايزة تفهمني صراحة اه اه مسيركم ييجي يوم من الايام وتقابل ناس طالع الاسد تتعامل معاهم يوم اتنين تلاتة تستحملهم 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 وبعدها هتكون زي حالتاني كده دلوقت تسجل تسجيل وانت طفشاء خلاص هتطأ منهم شكرا